السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يربي تكونون بأحسن حال يا هلا وغلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وننطلق لقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلا والله أعترف أني أنا حابة اليوم أفطفض وأحكي وأقول اللي في نفسي واللي أنا كاتمة ولا أحد يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى أول مرة أقوله لأي أحد لأنه أصلا ما يشرفني أنه أحد يعرفه يعني شيء مو حلو فقصتي تبدأ من الطفولة أنا عشت طفولة سيئة جدا طفولة قاسية أمي جدا كانت قاسية ما كانت ترحم وأبوي نفس الشي يعني شديد غير هذه الأيام يعني أبدا سبحان الله الحين لكل متساهل حتى مع أخواني ما لهم كلمة عليهم أبدا فأنا من دولة عربية أمي كانت يعني لما أغلط أي غلط بسيط كانت كده تشيني عند البوتقاس وتكويني بالنار على قاع رجلي وخلاص أصير أمشي عرجاه وإلى الآن هذا الشيء أثر علي تخيله أجلس أسبوع يمكن وأنا خلاص أمشي بس بشوز واحد وشوز الثاني لا ما سكت في يدي من كثر ما أقدر أني مثلا ألبسه أو أدعس حتى على رجولي لأي سبب كانت دايما تستخدم العنف والشدة معاي وأبوي ما يقل عنها سوء أبدا ما عندهم شيء اسمه احتواء أو أنه يعني تفاهم أو أنه حتى تعديل سلوك لا يعني كان كنت نضرب على كل شيء لكن لا أعرف لماذا نضربتي يعني ما هو الصح ما يجب أن أفعله عرفتم؟ يعني أعرف أن سلوكي سيئ لكن ما هو السلوك الصحيح الذي بالمقابل لازم أفعله ما كانوا يعلموني أبوي كان يضربني كذا بالشبشب على رأسي لين أنام والله أنام وأحيانا المخدة تتغطى دم يطلع من أنفي طول الليل ولا يهتم يا ويلي بس لو تحركت عشان أغسل ولا عشان أي شيء فكنت أنام من خوفي فاللي اكتشفته اللي عرفته بعدين لما أنا كبرت أن أمي عاشت طفولة قاسية جدا تربت عند خالاتها زوجات جدي وعند نساء أخوانها فكانت عندهم زي الشغالة بس تربي الأولاد الصغار تجيب الموية تغسل الملابس تنظف بيت وش كبرى وأبوي نفس الشي يتيم ماتت أمه صغير ما يعرفها حتى وجدي اللي هو أبوه كان منزواج فأمي تزوجت أبوي وهو كان مغترب كان صغير بالعمر فجابت أختي البكر ويومها أمي لما انتزوجت وجابت أختي الكبيرة كانت جدا صغيرة يعني حتى أنها ما لقحت يعني الأختي ضد الحسبة من كثر ما هي جاهلة ما تعرف شيء بعدين سبحان الله مرضت أختي بالحسبة وماتت تقريبا بعمر سنتين فأبوي رجع من الغربة وانقهر على البنت يعني لأنها بكر وكان مرة يحب أختي يقولون أنها كانت ذكية مرة من عمرها سنتين وكانت حبوبة فانصدم أبوي وبطل يعني أنه يروح يعني يشتغل في الغربة وكذا وعشان يطلع فلوس بحكم أننا يعني جدا فقراء على خط الفقر فخلاص لما انحملة أمي فيني بطل أنه يروح يشتغل عشان يربيني وينتبه علي يعني ما كان يوثق في أمي ما صار عنده ثقة في أمي وأنها تقدر تربينا وتحمينا فعاش أبوي وأمي بفقر كانت الأيام جدا قاسية وأبوي يعني ما سوى شيء أبدا حتى لما الراحة اغترب رجع خالي ليدين ما كان عنده أي شيء يعيشنا كبرت وبعدين جاء أخواني بنتين وولدين فأمي ما حبت أبوي ولا بحياتها حبت وما كان أصلا بينهم انسجام أبدا تحسون أنه كذا عايشين متفككين ما في شيء اسمه حب ما في مودة ما في رحمة بيننا بل على العكس دايما أمي تندب حظها دايما تقول الله ليبارك في اليوم اللي تزوجتك فيه أنا تزوجتك ليش أنا مدري إيش إيش اللي حادني عليك من هذا الكلام وإنه دايما تقول يعني أنا ماني قاعد إلا بس عشان عيالي اللي هو يعني أنا وأخواني ورجلية أنا صراحة كنت ذكية جدا في الدراسة ودائما دائما كنت من الأوائل من ونصف أول إلىين آخر سنة ليا فكنا نعيش حياة بسيطة كنت لعب مع البنات والعيال في نفس الحارة فكانت واحدة من صديقاتي غنية مرة ما ناقصها أي شيء أبدا كل شيء متوفر لها كانت هذه دبة يعني دبدوبة من جد بس إنها ما كانت تحب الدراسة كانت دايما تحب الشقاوة بس ما أعرف إلى الآن إيش السبب يعني اللي خلاها تسوي هذا الشيء معي دا حم بجيكم بالتفاصيل المهم كنا نروح أنا وياها لسوق الخضرة كنا نشتري الخضار لأمي أنا وياها كانت أمي تعرفها وتحبها يعني عشانها غنية طبعا مو عشان شيء المهم في مرة من المرات رحنا لسوق الخضار عشان نشتري وكان الرجال اللي يبيع كان يبيع طماطم المهم عطيناه الفلوس بعدين ما رضي يعطينا يعني أي شيء قال الفلوس مرة قليلة وما تجي لحق طماطمة واحدة بس فقمنا أنا وياها ذاك اليوم زعنا وكنا ننتقم منا جاينا كذا من وراه وكان في سلة طماطم قام الصديقتي تراقب وأنا أسرق كذا من وراها من الثقوب اللي في السلة وأسرق وأسرق يمكن وصلت يمكن 12 أو 13 طماطمة واللي ساعدنا في هذا الشيء إن الشايب كان مرة مشغول وكان هذاك اليوم زحمة زحمة الناس رايحة جايب ما كان أحد من تبهنا لأننا كنا أطفال فلما نعبينا الكيس خلاص رحنا فرحانات ورجعنا لأمي أعطينا للأمي الفلوس والطماطم طبعا كان هذا أول بذرة للشر فأمي فرحت كثير وأخذت الفلوس والطماطم حتى ما وبختنا أبدا ولا جاب الطاري أصلا من فيل جبتوها رغم إننا رجعنا لها الفلوس فحنا عجبتنا الفكرة صرنا كل يوم نروح السوق يعني عشان نستمتع بالسرقة مرة خواتم مرة أكسسوارات مرة خضروات بكل أنواعها مرة فواكه حلويات والله حتى الأدوات المكتبية كنا نسرقها معنا هي مي محتاجة يعني صاحبتي هذه لكن ما أدري إيش الدافع اللي كان نخليها أسوي كذا كنا نسرق حتى شيئا ما نعرفها ولا نعرف كيف نستخدمها ولا في حياتنا قد نكشفنا فصار عندنا سبحان الله خفة عجيبة في السرقة من غير ما أحد يلاحظنا مرت الأيام وصديقتي هذه الغنية مستمتع جدا برغم أنها ما تحصل على شيء أبدا كل المسروقات اللي نسرقها ليد أمي فحنا كنا أطفال أمي ما كانت توجهنا فلما ندرى أبوي مرة من المرات طبعا هزأني ووبخني وقال لأنه كذا حرام وأخذ حتى بعض الأشياء ورجعها لصاحب المكتبة قال لأنه لقاها على الأرض أبوي ما كان صارب معاي أبدا بس يعني صرت أخذ أختي اللي بعدي معانا مرة اللحظة علينا البايع ومسك أختي أختي ما كانت منتمرسة يعني زينا فأنا وصديقتي لما نشفناها هربنا وتركناها وكنا خايفين بس سبحان الله بعد ربع ساعة كذا جت لنا يعني رجعت لنا وهي بخير الحمد لله بعدين مرت الأيام والأيام وبطلنا نسوي هذا الشيء ولكن للأسف إنه هذه العادة ضلت ملازمة لي وساعدتني في حياتي كثير كيف تقولون كيف يعني ساعدتك حنا أسرة فقيرة جدا أبوي ما يشتغل أمي معاها فلوس صح لكنها بخيلة جدا تخيلوا كانت تعطيني مصروف الجامعة مرة قليل تقولي هذا المصروف حق الشهر كله يعني ما تدري إنه عندي مواصلات أكل ملابس كتب ملازم تصوير ورق فالمهم السنة الأولى كنت أموت من الجوع تخيلوا يعني وقت طويل أقضي يعني إذا ما كان أغلب نص يوم يروحوا أنا في الجامعة تخيلوا يعني ساعتين بس عشان أوصل الجامعة ساعتين بس عشان أرجع غير الوقت اللي أنا أكون في فأشوف البنات يعني يأكلون مش الله من ألذ الأكل وأحسنة يلبسون حتى العبايات الحلوة تخيلوا أنا عبايتي قصيرة وقديمة وأظل كذا حتى بدون كتب كنت أبكي من القهر أنا والله ما كانت تهم من المظاهر أبدا اللي يهمني كان أني ما أضطر أني أكون أقل من البنات أو أني أحتاج الأحد فش اللي سويته بدأت في الكافاتيريات تخيلوا كنت أدخل كده بين الزحمة وأطلب طلبات يعني سندويشات وشبسات وعصاير وأقول لهم أني أنا جبت الفلوس الرجال طبعا مشغول بالزحمة ما يعرف ما يميز من اللي أعطاه ومن اللي ما أعطاه بس كان في طابور حين اللي أعطينا ننتظر الطلب فأنا أصف على طول معاه فلا كمان يرجع للباقي إنه أنا قول أعطيتك كذا ورد للمبلغ الباقي فعجبتني ذي الطريقة وصرت يعني أنتظر لين الزحمة تجي وأدخل كذا وأطب بينها وأطلب ما صرت أحس بالجوع الحمد لله واللي في نفسي أطلبه يعني كنت أقول حتى نفسي مو بحرام ربي أدرا أني أنا محتاجة وأن ذا الشي ما رح يضرهم يعني أنا شخص واحد ما حعني لهم بالخسارة الكثيرة يعني مع أني كنت والله أكل من ألذ الأنواع زي الكباب كده كذا صيرات مركزة وأروح الكشك وأطلب كتب وأحصل على الملازم والكتب أول وحدة أنا قبل الدفعة حتى طبعا ببلاش نفس طريقة الكفتيريا فخلاص كنت مضبط أوضعي على التمام الكتب الملازم الوراق الأكل الشرب باقي المواصلات كيف كنت أسوي طبعا نحن كنا نروح باسات أجرة التكاسي مرة غالية وما في باس حكومي ينقول للطالبات للأسف والحقيقة زي ما قلت لكم إن بيتي بعيد يعني مسافة ساعتين بعيد مرة على الجامعة كنت أركب الباس وقت ما كنا ننزل لازم نعطيهم الفلوس فأنا كنت أنزل مع البنات كذا وأخطلط بينهم كذا وأدخل بينهم وبعدين نسحب كأني أنا دفعت الحساب ما حد يدري طبعا مو دايما لكن بذكاء كل ما كانوا النازلات كثير والفرصة سانحة على طول رحت سويت هذا الحركة فصرت أروح السوق ونفس الشي يدي خفيفة أخذ مسكرات خواتم مناكير أي شيء بالي أخذه أبوي مرتاح ما هم ولا شيء أهم شيء عنده أني أنا ما أطلب شيء وما لا هم حتى من وين أجيب الفلوس طبعا يشوفوني فأمي تخيلوا كانت تشك أني أنا عندي علاقات مشبوهة كانت دايما تخاف لكنها ماسكة يدها يعني بس تظلت تحذرني كذا وتنصحني فما كانوا موافقين أصلا على دراستي بالجامعة بس بالقوة وافقوا لين وصلت سنة ثالث أو رابع جامعة وفعلا اشتغلت وقتها شغل مؤقت في معارض دولية كان الشغل فيها لمدة أسبوع وبعدين يعطونا الفلوس وكان مبلغ محترم صراحة لا بأس به وبعدين لقيت مساعدة من جمعية خيرية كانت تدعم الطلاب وبساطة رح سجلت فيها وأرفقت مع السجل وكذا ورقة وكتبت فيها قصة حياتي كلها قصة مؤثرة صراحة فقبلوا مساعدتي على طول حتى بدون ما يسوون بحث حالة ولا شيء كان يعطوني كل ثلاث أشهر مبلغ لا بأس به يعني الحمد لله عرفت أدبر حالي ولكن والله العظيم الجماعة إنه ما كان عندي أي علاقة بأي أحد من الشباب أبدا ولا أعرف هذا الطريق فحنا صح جامعة مختلطة لكن ما لفت نظري أي واحد منهم ما كنت أصلا أنوي على هذا الشي ولا كان هذا الشي ببالي كنت مركزة بس على الدراسة إنه ما تفوتني أي محاضرة ما يفوتني أي اختبار أظل حتى وقت فراغي في المكتبة أحب أني أقرأ أحب أني أثقف ما كان عندي صديقات أبدا كل ما كانت تتقرب مني واحدة أبعد عنها ما أعرف إش السبب بس يمكن ما أكنت أبو أحد يعرف حياتي فلما تخرجت يعني واشتغلت الحمد لله أتذكر الماضي وكيف أني دراست وكيف كمل دراستي كلها كانت حرام في حرام استغفر الله من الأكل والشرب والأشياء هذه ف وكتبي كل شي كان يعني سرقة للأمانة والله العظيم كل تعليمي كان بالسرقة فقعد أقول أبا كفر عن ذنبي كيف يعني عمال الكفاتيرية تغيروا ألف مرة وعمال الكش كمان تغير ويعلم الله أني أنا ندمانة الطريقة ما قدرت أكمل يعني تعليمي ولا قدرت أنهي الجامعة المشكلة أنه هذه العادة لازالت فيني رغم أني أصرف مصاريف كثيرة وعندي فلوس الحمد لله وأصرف يعني كثير فعلا في السوبر ماركت كل أسبوع أرجع لبيت وأنا محملة كذا بالأكياس وأشتري كل شي بمبالغ كبيرة صار عندي حتى رصيد لا بأس فيه في البنك صار عندي بطاقة صراف طبعا أنا اللي أصرف على البيت من وإلى أذكر يوم ما أنساه في حياتي أبدا يعني عشان أقول لكم أن هذه العادة تأثرت فعلا فيني حتى وإن كان عندي فلوس أذكر أنه مرة من المرات رحت مول وكنت أبغى أشتري غسول للبشرة فأنا من قبل كنت ماخذة منهم كريم بس طلع خايص طلع منتهي يعني صلاحيته كان من وقتها دمي فاير عليهم أنه ليش يعطون منتج منتهي صلاحيته فقررت أني أعوذ فلوسي واشتري شي يعني مو أشتري آخذ شي بدال الغسول اللي أعطوني فقمت وأخدت الغسول وكذا خبيته في الشنطة فبعت تفكير وخوف وقلق طبعا قلق كبير رحت أحاسب عن اللي أخدته أنا فلوسي وأطلع من السوبر ماركت اللي ألاقي حارس الأمن كذا يوقفني قال لي تعالي معا أنا خلاص تيبست قاعدة في هذا الوقت قلوا لي ربي ما الذي يجعلني أسوي كذا ما الذي يجعلني لا أعرفه ليش أنا عندي فلوس الحمد لله فلما وصلت المكتب الأمن كنت أفكي صراحة كنت من صدمة وكنت خايفة أنهم كشفوني وبالفعل طلعوا كاشفيني يعني شافوني في الكاميرات قالوا يلا نتصل بأهلك أو بأحد من أقاربك طبعا أنا تجننت مستحيل كيف أنا فضحاني بعد ما ربي خلاص بنوديك النيابة وتحقيق وخوف وكذا يا ابن الحلال ترى بس هو غسول ترك أنا خلاص منهارة يقول لي أنت مو أول مرة قلت لا أنت إش ثارقة من قبل كذا وأنا أحلف له أقول والله العظيم أن معاي فلوس أنا كنت رايحة بس ترى أجيبها لك من الصرافة المهم جلسوني عندهم ساعة ونص كلها في حلفان يعني أنا والله ما سويت وأنا سويت وأنا هذي أول مرة وآخر مرة يعني من هذا الكلام بعدها دخل الشرطي طبعا كان يغمز للبنت البنت اللي تخوفني لها ساعة ونص وشفته بالمراية وهو يغمز لها كذا أنه قال خلاص خلاص بنوديها النيابة فوقتها عرفت أنهم بس يعني يخوفوني بس عشان أتفعلهم الفلوس طبعا قمت أنا عنات سكت قلت لهم ما عندي فلوس ورجعت لهم أنهم طفشتهم مرة فخلاص ما أخذوا مني ولا شي المهم بس وكتبوني على تعهد أني ما أدخل هذا السوبر ماركت مرة ثانية وإلا بتعاقب المشكلة أن السوبر ماركت هذا كنت مرة متعود أني أروحه فالآن زميلات يقولوا لي يلا تعالي الروح أقول لهم لا والله ما أنا رايحة وأنا في الأصل يعني ودي أني أروح مونعيني بس ما أقدر أخاف أنهم يعرفوني أخاف أني أنفضح قدام صديقاتي لأنهم أخذوا بياناتي وطبعا البنت اللي فتشتني شر أعمالي فقعدت أفكر طيب إلى متى وأنا كذا إلى متى وهذه العادة فيني إلى متى أبطلها يعني ما أنا قادر فمن خرجت من هذاك اليوم وأنا مقررة أني أنا أكون أمينة وما أأخذ أي شي حرام أبدا ولا أمد يدي على أي شي فكان هذا الشي موسى أبدا كأنه جهاد بالنسبة لي صرت أخاف من نظرة الناس جلست مع نفسي كذا أفكر أقولي بنت طب الله أغناني الله أطعمني وسقاني وفوق هذا ساترني وأنا لازلت أعصيه وأعرف أنه ذنب وأعرف أني أنا صرت مكلفة بس سبحان الله ما كان عندي أي حال ثاني كل ما جيت أبطل ألاقيني أرجى نفس العادة هذه رغم أني عندي فلوس والله كثير والحمد لله ربي يسرها معاي فصرت ألجأ لله سبحانه وتعالى دائما بالدعاء دائما أدعي الله وأقوله بقلب صادق أنه يا رب شيل هذا السلوك مني يا رب يا رب أنك تصني عن فعل هذا الشي فيا رب لك الحمد مع الدعاء ومع الاستمرار ومع القرب من الله سبحانه وتعالى ومع النفس اللوامة اللي دائما صارت فيني خفت هذه العادة بكثير صرت كل ما أبغى أو يوسوس للشيطان سبحان الله بالسرقة أروح أتصدق بنية الله يذهب ما بي وصرت دائما أدعي لين الحمد لله ما خفت هذه العادة وانتهت بفضل من الله سبحانه وتعالى فاللي أبغى أوصله للأباء والأمهات تراكم مسؤولين قدام الله سبحانه وتعالى عن أبنائكم وبناتكم فأحسنوا تربيتهم بما أمر الله فأبليز يا جماعة لا أحد يقول لي أني أنا سرقة ولا يكتب لي كذا لا والله العظيم أقسم بالله هذا الكلام يعني من سنوات قديمة جدا لكن سبحان الله أحس بتأنيب الضمير أحس بالذنب أحس أن الله غاضب علي فادعو لي الله يسعدكم ادعو لي أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي ما مضى وإلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر